شو هن الثلاث عوامل الأساسية اللي دفعت نتانياهو لتوسيع الحرب على لبنان بهالتوقيت؟ أولاً، الإدارة الأمريكية صارت أضعف بالأشهر الأخيرة من ولايتها قدرت على المبادرة وفرد شروط صارت محدودة وأكيد ما بتتحمل تاخد قرار قبل الانتخابات بوقف الدعم العسكري لإسرائيل تانياً، نظام الإيراني مركز على أولوية العودة لطاولة المفاوضات مع الغرب من بعد مقتر رئيسي وانتخاب بزشكيان تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراججة بتأكد هالشي وهالأولوية بتخلي إيران أقل اندفاعاً للتصعيد المضاد بالمنطقة تالتاً، بشهر قاب، ألغت الإدارة الأمريكية الكيود على توريد السلاح للسعودية واستكملت هالشهر مباحثات المعاهدة الدفاعية تضمن صفقات السلاح والمعاهدة التقدم بخطة التطبيع بين إسرائيل والسعودية بصرف النظر عن أي تصعيد عسكري بظل هالعوامل الثلاثة نتنياهو بد يوصل لهدفين تسكير جبهة الإسناد وإعادة المستوطين لشمال وفرض الشوت الجديدة على لبنان مثل إقامة منطقة عازلة على طول الحدود بالمقابل حزب الله عارف أن الوضع الإقليمي مش لصالحه لهيك عم بيوازن بين عدم الإنجراف لرد كبير بيفجر الأمور وبين الإصرار على عدم إكفال الجبهة